ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدورية الكردستانية الممتاز استضاف نادي سيد صادق وسط جمهوره نادي شوار قرنة الخامسة في ترتيب لائحة الدورية الممتاز وفي مستهل المباراة لعب الفريقان بهدوء وحذر شديدين إلى أن غير لاعب نادي سيد صادق أسلوب اللعب وكثفوا هجماتهم للثأر من خسارتهم أمام نادي الضيف في الجولة السابقة وتمكن اللاعب هالويست كمال من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة العشرين وتبعه يادغار إبراهيم بعد ثمان دقائق وسجل الهدف الثاني وأثار حماس جمهور سيد صادق على مدرجات ملعب حسار وانتهى الشوط الثاني بتقدم نادي سيد صادق بهدفين بدون مقابل بعد الاستعداد خلال الأسبوع الماضي لمواجهة نادي شوار قرنة في الجولة الحادية والعشرين في ملعبنا وأمام جمهورنا المتحمس وبعد دراسة فريق الخصم ووضع خطة محكمة استطاع لاعبنا خلال الشوط الأول السير على الخطة المرسومة لهم في كيفية التعامل مع فريق الضيف والحمد لله استطاع شباب نادي سيد صادق تسجيل هدفين في مرمى شوار قرنة بدون مقابل وتمكنوا من حسم الشوط الأول لصالح نادي سيد صادق وفي الشوط الثاني حاول شباب سيد صادق التقدم أكثر لكن مدافع شوار قرنة صدوا الهجمات عن مرمىهم وفي هجمة مرتدة في الدقيقة الحادية والثمانين حزى هورو محمد شباك مرمى الخصم وسجل الهدف الأول لشوار قرنة وبعده بثلاث دقائق وعن طريق ضربة جزاء سجل يوسف عبد الله هدف التعادل وانتهت المباراة بهدفين لكل الفريقين الحمد لله وصححنا النتائج بالأخير بالشوط الثاني واني كلش راضي من لاعبين وجهد جيد هما صرفوا أثناء اللعب والحمد لله انا راضي كلش بهذا النقاط اللي أخذنا من ملعب سيد صادق وخلال المرحلة الثانية من الدورية الممتاز تمكن نادي سيد صادق تنظيم صفوفي وجمع 24 نقطة والصعودة إلى الترتيب الحادي عشر من لائحة الدورية أما فريق شواقرنا يحرز المرتبة الخامسة بثلاثين نقطة في الدورية الكردستانية الممتاز لقناة زاقرس تيفي أمير سليم